حاجتك إلى من يكون صادقاً معك في النصح لا تضاهها حاجة أنت بحاجة إلى من يكون صادقاً ولس بحاجة إلى ذلك كالذهبين والمداحين والذين يكلون لك الثناء بمناسبة وبدون مناسبة الآن من الإشكاليات الواقعة على مستوى الأفراد والمؤسسات في مجتمعاتنا أن الناس أزفت عن النصيحة لماذا يقول لك؟ لأنه هذا يضعف شخصيتك أنت بحاجة إلى الإنسان الذي يدفع بك ويزيدك ثقة في نفسك خلط للأوراق ليس من الثقة بالنفس في شيء أن تكون على باطل وخطأ ويأتي من يزين لك ويقول أنك على صواب هذه ليس الثقة بالنفس هذا ضحك على النفس هذا غرور أنت في دار العمل صحح علاقاتك راجع كل الحسابات المتعلقة بأصحابك وصداقاتك نحن لا نختار آباءنا ولا نختار أمهاتنا ولكن الصداقات والعلاقات الاجتماعية هذه اختيارك أنت هذا قرارك أنت تنظر في قرارك وراجع حساباتك وتريث في من تصادق وفي من تصاحب وفي من يكون لك قرينا كلنا نحتاج إلى صديق صدوق ولكن أشد الناس حاجة إلى مثل هذه الصداقات الصادقة أصحاب المسؤوليات والمهام الضخمة والعظيمة أنت لس بحاجة إلى من يزين لك الباطل أنت بحاجة إلى من يكون عونا لك على أن تفعل الحق وتقوم بالخير وتقوم بالصواب ولو كان على حساب أناك ترجمة نانسي قنقر شكرا